الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون والله يدعو إلى دار السلام لما نترك المعاصي والذنوب ونقضي على الله من أجل الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين منهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نونساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون تدري ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أين أصحاب العقول؟ أين أصحاب الشهادات؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون والله يبدر كثر الله من هذا القرآن اسمع ماذا قال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أغلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغنى بالأمس ختم الآية بماذا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام شباب الله في أحد فيكم تفشان والله ما فيه إن السعادة من مراحة سراحة كلكم مبسطين مرتاحين مطمئنين في سعادة طيب يسرعك لو حياتك كلها زي كذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن شريك لن هو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا إخوان الله عز وجل ما أوجد أنا إلا بن أجل العبادة الله أكبر لا سفل الدور الله نجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إش قال قبلها الآلة قبلها وذكرك فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكرهم ليش خلقناهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بس ومشي ثاني إلا ليعبدون الله عز وجل يقول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّكِ الرَّسُولَةَ تدري كم نبي مثل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مئة وارف مئة وارف وعشرين ألف نبي وكم رسول ثلاثمية واربعتاشر رسول كلهم جوا اعبدوا الله أعبدوا الله ما لكم من إله غير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قُلْ أَفَلَا قُلْ أَفَلَا قُلْ أَفَلَا قُلْ أَفَلَا قُلْ أَفَلَا قُلْ أَفَلَا حَلْ أَفَلَا لما نسير مع الصحبة الطيبة لله لما نترك رغم الله من أجل الله لما نستحرم من الله لما نترك التمع من أجل الله لما نترك المعاصي والذنوب ونقضي على الله من أجل الله